هذا وعقد بديوان عام وزارة الخارجية الاجتماع الثامن لمجموعة العمل العمانية البريطانية المشتركة حيث استعرض الجانبان علاقات التعاون بين البلدين الصديقين والتطرق إلى مناقشة آلية الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد وإنشاء حاضنات الأعمال للهئة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة كما تم عرض مرئيات وزارة التربية والتعليم حول تطور التعاون الثنائي بين السلطنة وبريطانيا في مجال التعليم وريادة الأعمال في المنهج التعليمية كما عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية منفصلة تم فيها تبادل وجهة النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ومستجداتها والدور الذي تلعبه السلطنة في المنطقة ترأس الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البسعيدي أمين وعام وزارة الخارجية وترأس الجانب البريطاني مع لي توباس إلود وزير دولة عضو البرلمان البريطاني لجؤون الشرق الأوسط